أستاذة أميرة تتفضل السلام عليكم وفضل الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة أميرة السلام وحضرك طيب وحضرك طيب يا فانت بعد إذن هاك هو الأطرة اللي بتتحط في العين بتفطر في طيام أيام شعبان هو إحنا بنقول العين ليست منفذاً مفتوحة العين مش منفذ مفتوح لذلك الأطرة في العين مش هتبقى مفطرة خلاص في شعبان أو غير شعبان خلاص طيب سؤال تاني معليش فضل الشيخ حالك إحنا شغالين في العيناء المركزة وأحياناً اسمحوا لي بس اسمحوا لي أدعي أدعي لكم كل الناس المطبية إحنا حاسين بمتنان لكم جميعاً وخاصةً في الوقت اللي إحنا فيه دواته وفي الأوقات اللي من ساعة كورونا لغاية دلوقتي إحنا حاسين أن إحنا لازم نمتنان لكم شكراً لحظاتكم فضل فضلت الشيخ ربنا يديكم الصحة يا رب آمين يا ببرعالمي خاصةً في العيناء المركزة بيشوفوا بيشوفوا مدد الله سبحانه وتعالى تفضلي تمام تمام إحنا شغالين في العيناء المركزة فهو المريض أحياناً بيبقى خلاص يعني يعتبر أن الجهاز هو اللي معيشه صح يعني يعتبر أن الأدوية والأجهزة بتبقى معيشها المريض فدلوقتي يعني لما إحنا يعني لو الجهاز تفصل العيناء هينتقل إلى رحمة الله يعني فدلوقتي إحنا لنا طبعاً ده بيبقى لودة على الأهل المصاريف على الأهل كتير أدوية وأجهزة وبعدين إحنا بنحكس إن هو بيأخذ حاجات دي على الفودي أنه هو خلاص إحنا يعتبر متوفي بس الجهاز والأدوية اللي معيشين طيب هل لو اتفصل العيناء يبقى إحنا علينا زند لو اتفصل العيناء بعدما الأطب قالوا الكلام دوت لأ طبعاً لأنه في الحقيقة خلينا نقول إن الشرع الشريف ما جايش قال حدد شكل معين من التداوي بس يعني هو دلوقتي إحنا لمشينا الأجهزة من عليه إحنا من موتوش ولكن الأجهزة دي فقدت دورها معاه تاني كده الأجهزة أنت كلام حضرتك اللي أنا اللي حضرتك بتقولولي إن الأجهزة لا تقوم بدور الأجهزة دلوقتي الدور هو إيه؟ هو العلاج فالأجهزة دلوقتي لا تقوم بالدور فهي الأجهزة الآن لا تعالج هي الأجهزة كلها بتحول للإنسان بس إنه هو صورة الإنسان العايش فرفع الأجهزة عنده لما يوصل للحالة دي اللي هو خلاص تيقن الوفاء خلاص رفع الأجهزة لا يكون حرام لكن ده إحنا عارفين إن فيه إجراءات طبية لازم تتاخد ولازم الكلام ده بيكون بمؤفقة بمؤفقة الأهل وإن يكون الإجراءات الطبية ده مقنن ومنضبط بالضوابط اللي هي بتكون حاكمة لده فإذا كان ده حصل بهافس الطريقة دي فلا بأس من رفع الأجهزة في هذا الوقت يا سيدة إحنا النهاردة تكلمنا في حاجات ويبدو إن إن المسألة دي يعني أنا مش عايز أحكي لكم قد إيه المسألة دي بتخلي البيوت بيوت كتير تعبانة وهي مسألة الموسوسين في الطلاق ولذلك في بعض الإجراءات بنخلي الإنسان الموسوس في الطلاق ده ما بينصدقوش ويبقى الحل الوحيد إن هو يروح يطلق عند مأزون يا سيدة إحنا عايزين نركز عايزين نعرف إن البيوت مهما حصل لسه فيه لسه فيه نفس لسه فيه فضل لسه فيه خير لسه فيه ناس تقف جنب ناس الحكاية مش إن واحد فينا لو حصله أي حاجة حد يتخلى عنه لكن إحنا كمان عايزين نساعد نفسنا لم يكون حد موسوس لازم يستجيب لمسألة إنه هو يحصل على الدواء وفي نفس الوقت نقف جنبه وندعمه لإن هو دوت هو دوت اللي حصل بالجواز إن الجواز مبني على الفضل وإن الجواز مبني على إن كل واحد فينا سند للآخر يا رب اجعلنا دايما سند لأحبابنا واجعلنا دايما من أهل الأخلاق الكريمة ومن أهل محاسن الأخلاق واجعل كل واحد مننا يحمل الفضل منتا منك يا رب العالمين ليصل بها إلى كل عبادك وخاصة من ربطهم بوثاق وبرباط من نور وهو رباط الزواج اللهم اجعلنا من المحسنين ومن أهل الفضل في كل وقت وحيد